لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مؤسر جدا تم تعليق بس قناة عم يزيد من طرف الساتليت بعد عدم الكدرة على دفع المستحقات المقدرة حسبه 900 مليون شهريا عم يزيد ظهر في فيديو مباشر يبكي دوماج الحلم تبخر إن شاء الله السلطات تلك حل في أسرع وقت لأن برامج الأطفال منعدمة التفاهة والإنحطاط وأطفالنا في خطر مع وسائل التواصل الاجتماعي بالتوفيق لعم يزيد إحنا ندعموك معنويا كلمة لعم يزيد شكرا يا أصدقاء اللي راكم تقولوا لازم نرجع القناة فكرت شوية ولا تحب تهدر بر السيد قال لكم 900 مليون في الشهر تخيلوا المبلغ في مدة عام شو عال يولي وأي قناة تفتح لازمها تكون عندها قدرة مالية كبيرة لتستمر ولازم الإعلانات يخلص عليهم ولازم يفتح قناة يوتيوب وقناة انستغرام وأي موقع يفيدوا ماديا يفتحوا كما راهم معظم القنوات الآن والسبب الأول والأخير يبقى واضح صاحب القناة معرفش يسير قناته وإلا لما وصل لهذه النهاية تنويه مال القناة يزيد للأطفال يودح سبب غلق القناة ويصرح من خلال لايف على صفحة القناة التي كسبت كلوب ملايين الأطفال في كل الجزائر وأيضا خارجها من عديد الأشقاء في البلدان العربية الشقيقة قناة عم يزيد لم تتوقف بل علق البس مؤقتا لحقون عدة رسائل من مختلف الدول العربية حتى غزة يطلبون إعادة بس القناة سبب تعليق البس هو مادي عدم دفع مستحقات البس نطلب دعم مشروع القناة وليس دعمي أنا القناة بست العديد من الإشهارات بصفة مجانية كل ما تم بسه على قناة عم يزيد كان بصفة قانونية وهناك شخص من دولة عربية وهو صديق من منحنا مجانا كل الرسوم التي بست على القناة تكلفة بس القناة تقدر بحوالي 900 مليون شهريا منها مستحقات البس ووجور العمال والموظفين القناة للأمانة عرفت شهرة واسعة داخل الوطن العربي كله وحتى خارجه من البلدان الأجنبية وكسبت كلوب ملايين الأطفال وأولياءهم نظرا للأزواق العائلية المحترمة والتربوية والأخلاقية للقناة زكرتنا بزمن الجيل الزهب الرائع للأسف هكذا يحدث لقناة ربي بينما قنوات الانحلال وبس السموم والرزيلة والدناءة واستضافة أصحاب التكتوك والرقص نجدها تستمر ويطول وجودها وفقوا الله للعودة قريبا إن شاء الله كلنا عم يزيد وبس كده جماعا كنوصلنا معاكم لنهاية الفيديو أتمنى منكم أنكم تدعموا عم يزيد بالضغط على زر اللايك وتكتبونا رأيكم في خانة التعليقات ونشوفكم الفيديو الجاي سلام عليكم هذه التقامة لازمش تتلعب بها هذي النقطة المهمة 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 والأهم لدائما نقولهم أنا مشكلتي لازمها تحل مشي بتطريقة تجارية لأنه إحنا المشروع لما بدناها بدناها بنيترا بدناها بالصدق كنا صادقين كنا صادقين مع ربي سبحانه وصادقين مع الجزائرين كذلك وصادق مع أطفال العالم كذلك لأنه قنات عم يزيد تيفيد وكانت شوفوا الرسائل اللي تلقيناهم والله يدمع لها تدمع لها العين والقلب يعني تتصوروا جونا رسائل من غزة من غزة من خوتنا من غزة قال لك يا عم يزيد قناتك نساتنا القنابل والله يدمع طحت لي قال لي قالوا لي قناتك نساتنا القنابل هرجعونا القناة والله جونا رسائل من الأردن جونا رسائل من ليبيا من من العربية السعودية من اليمن في الجزائر من كل ربوع الجزائر من برج باجي مختار من جانات من تبسة من بير العاتر من تنبزان من القبائل الكبرى من بيجاية من تيزيوزو والله قال لك لازم ترجعونا القناة لازم ترجعونا القناة قالوا القناة كان بزاف الناس يتكلمت على حقوق البذ وعلى حقوق هنا حقوق تاع البرامج وكامل القناة عمرها ما كان عندها مشكلة تاع حقوق البرامج عمرها أضر القناة دائما كانت كما يقولون كانت مطابقة للقانون وعمه يزيد ما هوش إنسان اللي رايح يتعدى على القانون ولا رايح يتعدى على الحقوق الغير ولا حنا هذ القناة درناها لولدنا هذ القناة درناها عن قناعة راكم تشوفوا لا بيبليسيتة اللي عندنا على بوقت التعنامات فوتش زوجت خايق وبالمرات الوامضات نديروها بالمجان لأنا مغالب مكاش نديروها مجانا نعاونو الناس بالأمل أنهم يعاونونا ولكن بالمرات الله غالب هداول مشكلة الوامضة ما فيهاش زوجت خايق يعني وامضتين ولا ثلاثة أقصى حد أقصى حد وعمرنا مقطعنا برنامج ودلنا فيه وامضة إشهالية هذه الأمانة كذلك هذي لا وقف عليها مستحيل أن يكون يمر برنامج ويقسموه في الوسط يعني سوبرتكس بلي هذك البرنامج رو يتشاف بزاف باش يديرو فيه الإعلان هذك رح يتشاف يعني تولي تجارية لها مستحيل يعني البرنامج غيقسم ونقلت لهم بالوامضة الإشهالية حتى إن شاء الله كيف يفرج ربي وكامل البيبلي سيتي ميتفوتش هم ستغايق ولكن عمرها ما فاتت زوج ستغايق حنا عندنا الله غالب ما كانش المعلمين تكلمنا مع ناس بزاف تكلمنا مع مصانع اللي عندهم مصانع اللي عندهم الصناعة الكبرى في الجزائر تكلمنا مع المؤسسات الوطنية تكلمنا مع عدة ولكن ما كانش نتيجة ما كانش نتيجة ما كانش نتيجة ما كانش نتيجة بلك في الوقت الحالي لما نلومهم مش ملقولش بلهم مش حابين ولا ولكن كما كنتم قولكم مقبيلة تربية الطفل هل مستعجلة؟ إنقاذ قناة عمو يازيد رأي حاجة مستعجلة أكثر حاجة مستعجلة أكثر قناة مستعجلة أكثر ولكن من السؤال نتوجد في المجتمع الجزائري دعموا المشروع لدينا فصلة ما بديت امري ما طلبت دعم ولا طلبت دائما نقول دعموا المشروع دعموا المشروع كان حقوق بث والقناة كان يقولوا بلي حقوق بث مسلسلات وكذا أربي يهديكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد